إذن وردنا السؤال عبر تويتر الشيخ حسن الله عملك يقول تغميض العينين في الصلاة إذا كنت أخشع بذلك ما هل يفعله؟ هو بالنسبة للأصل للنسان لا يغمض عينيه في الصلاة بل ذكر الفقهة أن تغميض العينين في الصلاة مكروه ولكن لو أن الإنسان عرض له شيء فأشغله في صلاته قد يكون أمامها أشياء مصورة قد يكون بعض الفرشات فيها فأغمض عينيه لأجيح شوع قلبه فقد أشار العلامة القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد إلى أنه لا بس في ذلك إذا كان فيه مصلحة لكن أصل أن الإنسان لا يغمض عينيه وهذا هو هدي عليه الصلاة والسلام لكن إذا احتاج إلى شيء من ذلك ورأى أن مصلحة الخشوع لا تتحقق إلا بإغمض عينه لوجود ما يشوش عليه فهذا قد يكون مستثنى ويكون أيضا ليس هو الأصل